اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من بيت الصحة الحقيقة النهاردة باذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو علاقة فيروس سي وبي بالسكر بالابحاث العلمية وجدوا ان فيه علاقة بين الاصابة بفيروس بي وفيروس سي والسكر هنتكلم النهاردة الحقيقة عن بيجي منين السكر من الناس اللي معرضين للسكر وده مهم جدا السكر عشان نفهمه باختصار شديد جدا احنا عندنا طبعا سكر الكبار وسكر الصغار اذا جاز التعبير ولو في دوقت في الحلقة هنحكي النهاردة عن نوع يعني مش شائع عند الناس اسمه المودي المودي والمودي اكتر من نوع لكن اشهر انواعه تلاتة بالترتيب ده تلاتة اتنين واحد يعني اشهر نوع من المودي ده مودي تلاتة ثم مودي اتنين ثم مودي واحد والمودي ده الحقيقة هو سكر الكبار لما يجي للصغار وبيحير الاطباء جدا وساعات عتولة الطب في السكر تعد عليهم الحتة دي وما ياخدش باله ان هذا الطفل مودي مودي يعني ايه؟ يعني السكر بتاعه زي سكر الكبار وحنشوف ساعتها كتير انه علاج الطفل ده مش الانسولين علاجه الاقراس الاقراس فبالتالي ده من الانواع المهمة اللي ساعات زي ما بقول بتعدي على بعض الاطباء وما ياخدوش بالهم انه علاج هذا الطفل بالاقراس رغم انه طفل ورغم ان احنا تعودنا على انه الطفل علاجه ايه؟ انسولين وتلاقي دايما الاطفال عندها انسولين طيب احنا النهاردة الحقيقة هنبدأ الحلقة بعصير او كوكتيل مهم جدا لو حد حس بالاجهاد يعمله في الديت لو حد حس انه عند شد عضل كتير وساعات ناس كتيرة بيجي لها شد عضلي نتيجة نقص الكالسيوم والماغنيسيوم والحاجات اللي الجسم والعضلات طلبها هنعمل ايه بقى في هذا العصير اللي بيعالج كمان المقرس يبقى مين مين الحقيقة اللي حنحاول ان احنا نقول لهم خدوا هذا العصير الناس دي الحقيقة اللي حنقول لهم خدوا بالكو العصير ده مفيد ليكم نمرة واحد الناس اللي عندهم نقرس اللي عندهم نقرس نمرة اتنين الناس اللي بيحسوا بتعب وارهاق شديد نمرة تلاتة الناس اللي بيجي لهم شد عضلي في الرجلين يبقى لو فيه ارهاق شديد العصير اللي حقوله النهار ده مفيد ليكم جدا حد عنده نقرس واليوريك أسد أو حمض اليوريك في دمه عالي حيفيده جدا الناس اللي زي ما قلنا يحسوا بإرهاق يعندهم شد عضلي في رجليهم يعندهم نقرس يعملوا هذا العصير اللي حقوله بسرعة قبل ما ادخل وفهم الناس يعني ايه سكر وبيجي منين السكر بأمثلة بسيطة جدا أول حاجة الحقيقة العصير النهاردة بتاعنا عبارة عن طماطم وتفاح وبرتقال حجيب أربع خيارات في خيار وحجيب طماطماية وحجيب كباية عصير برتقال بالسلج يبقى على ناحية حجيب كباية عصير برتقال وعليها شوية تلج صغيرة الناحية التانية حجيب تفاحة وحجيب طماطماية وحجيب أربع خيارات وأقطعهم الخيارية اللي بتتأس الأربع خيارات اللي هيتقسموا خطع هيتحطوا في الخلاط عشان يدخلتوا الطماطماية هتتقطع وكذلك العصير البرتقال يبقى عصير البرتقال هيتحط عليه مية ساعة أو تلج يعني ويتحط بعد ما يتضرف الخلاط المحتوى بتاع الحاجات اللي أنا قلتها وتتحط في التلاجة شوية وبعدين تتاخد دي بتنقل جسم من السموم دي كمان بتحاول تعالج الشد العضلي وفعلا بتنجح في هذا دي بتقاوم الإرهاق والتعب والحقيقة هي كلها موجودة في حياتنا لا الخيار بعيد ولا الطماطم بعيد ولا التفاح بعيد ولا برتقاناية واحدة في عصير برتقان بعيدة طيب تعالوا نحكي بقى عن السكر وهذه القصة أول دولة في الدنيا اكتشفت السكر هما الخدماء المصريين وتوجد بعض البرديات بتصف مرض السكر يبقى احنا أول ناس وصفوا السكر أو قالوا يعني إيه سكر احنا قلنا قبل كده ومعظمنا عارف أن البنكرياس هي العضو المسؤول عن القصة دي وأن فيه جزء اسمه جزر لانجرهانز فيها جزء اسمه بيتا هذا الجزء خلايا بيتا في اللانجرهانز هي اللي بتطلع الإنسولين بيعمل إيه الإنسولين؟ لو تخيلنا الإنسان عربية وإنه الإنسولين ده عبارة عن حاجة بتحرق الجلوكوس وهو فعلا بيحرق الجلوكوس فكأن حضرتك لما بتحط بنزين بيحصل فيه إيه؟ الموتور يحرقه مش إحنا بناخد بنزين؟ العربية بتاخد بنزين وإحنا تخلنا إن الإنسان هو عربية يبقى تاني لما حضرتك بتاكل كأنك بتحط بنزين جوه الإيه؟ جوه العربية حضرتك بتحط بنزين جوه العربية طيب البنزين بيحصل له إيه في العربية؟ بيتحرق أهو الإنسولين في جسمنا هو اللي بيسبب حرق البنزين في موتور العربية طيب لما يحصل حرق للبنزين في موتور العربية العربية تعمل إيه؟ تجريه يبقى العربية عشان يطلع لها طاقة وتتحرك بتحط لها حضرتك ايه بنزين طب البني ادم بياخد جولوكوز من الاكل يبقى تاني بناكل فكأننا حطنا ايه بنزين في عربية البنزين بيروح فين للمطور المطور يعمل ايه يحرق البنزين او الانسولين ده هو اللي بيحرق البنزين بتاع العربية او الجولوكوز الزيادة طيب لو الانسولين ده قليل محرقش كل البنزين هيفضل البنزين عالي في الانبيب اللي رايحة للمطور هو ده الدم علشان كده الناس اللي عندها السكر عالي في دمهم هو موصلش للمطور اللي هو الخلية بتاعت البني ادم خلايا الانسان مجموعة من الخلايا كل خلية المفروض يوصل لها ايه جولوكوز وإيه اللي حتعمل ايه حتصاب بالارهاق عشان كده اللي سكره عالي بيحس دايما بايه ارهاق تعب شديد دوخة زغلها في العينين اعراض ارتفاع مرض الايه السكر يبقى تاين السكر لما يعلف دمنا يعلف دمنا ننهج ونتعب لانه عالي فين في الدم عالي في الدم بس ما دخلش الخلايا هو دخل الدم ليه دخل الدم عشان يوصل للخلايا فتحرقوا زي ما مطور العربية بيحرق معنا اتصال ألو ستاة أمل ألو مرحباكم دكتور ايوا اه لو سمحت انا مشكلتي انا كان عندي سكر حامل كنت حامل اه كان عندي سكر حامل ألف سلامة اه ما يسلمك فاخدت المشكلة دي من قول الحامل لحد الولادة كان سكر الحامل عندي عالي جدا اه فبعد الحامل قسل السكر فسكر نازل خالص بعد ما قسل كان مية وخمستاشر مية وخمستاشر ده طبيعي يا أختي ايه مية وخمستاشر سكر ده طبيعي ايه طبيعي بس انا المشكلة هنا الباب اللي انا اللي هو جاه فا اه نازل تعبان عنديه بخلقه هو نزل مليان شوية ايه نزل كبير شوية في حجمه اه حجمه كان كبير صح بس انا المشكلة هنا اللي انا عاوز اعرفها انا كل دكتور كنت بروح عشان اكشف لها يعني عندها كان بيسألني ايه السبب كنت تعبانة في الحامل كنت بقول سكر حامل ومفيش دكتور اديني انسلين ما كانش الدكتور بيديني انسلين وهو كان بيقولك كان لازم تاخد انسلين في الحمل هم تمام هجاوبك هجاوبك هجاوب حضرتك ما اخدتش انسلين خالص في الحمل سبب تعب القلق الطفل ده في القلب نفسه سبب بسكر الحمل وهل انا لو ربنا كرام تاني واحملت تاني ممكن الجنين يعني يجيله مرض في قلبه او انا يتعرض لسكر حمل تاني طيب هو حضرتك ودتي المكان عمله اشاعة تلفزيونية عالقلب صنار عالقلب ايكو عالقلب اسمه ايكو ايكو عالقلب اقلو ايه بقى في مشكلة في القلب ثقب ولا اقلو ايه 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 المشكلة المشكلة نفسه ايه وفي نفس الوقت قالو في ثقبين في القلب مفتحين طيب اه وزني اه خمسة وسبعين كيلة والطول والطول مية وستين ولا اقل شوية لا مية وستين طيب في كل السيدات يعني كل مية ست من واحد الاربعة بيحصل لها سكر حمل اذا مشكلة سكر الحمل في السيدات ما هيش مشكلة نادرة مش واحد في المليون ولا حاجة ده من واحد الاربعة في المية بيحصل سكر الحمل فهي مشكلة تكاد تكون بنشوفها كتير مش نادرة اتنين ست لازم تحضر قبل الحمل بشوية ويبين هل هي على الحركرك ولا لا لانه هزي السيدة الفاضلة اللي كلمتني دلوقتي لو استاذة امل مدام امل فوجئت بسكر الحمل لكن الحقيقة لو هي كانت بتراجع وبتتابع وبتشوف برنامج بيت الصحة مع الدكتور حسين الشورى كل يوم اربع سهل احداشر وربع من زمان كانت عرفت انه السكر اللي جالها ده مجاش على غفلة خالص السكر ده مجاش على غفلة خالص والسكر اللي بيجي في الحمل او حتى اللي بيجي للكبار مجاش كده خالص يا جماعة السكر ما بيظهرش غير بعد بقى البنكرياس خمسين في المية منها ما يشتغلش مش معناها انه البنكرياس بتاعت اختنا ده لقدر الله بازت ولا حاجة لكن اللي عايز اقوله انه الفكرة كلها انه الاستاذة امل وهي لوحدها كانت على الحركرك في السكر يعني على الحركرك من يجي لها سكر لما جي الطفل بقى معاها بقوا اتنين حملة على البنكرياس فالبنكرياس قالت جاي انا مش قادرة هتحملك انت وابنك ولا انت وبنتك لأ بقى ده كتير نسمع الاتصال ده ونكمل ايوه ساس خالد سلام عليكم فالبنك فالبنك اخش الحمام واندخلت الحمام اعمل اه يعني اه اه يعني ما بفرقش كامل طب قولي يا عزك الله البراس شكله ازاي يعني زي البحر مسلا اه قطع صغيرة اه قطع صغيرة يا دكتور قطع صغيرة كده وما بكملش وما بعمل بخلص طيب طيب الف سلامة انت عصبي شوية اه عصبي في ضغوط في الحياة زياد على اللزوم ده اكيد طبقا اكيد طبقا طيب الف سلامة وانا اجاوبك حالا دلوقتي معانا الاستاذ خالد ومعانا كانت الاستاذة امل نقول الاستاذة امل كلمتين بسرعة وبعدين نرجع للأستاذ خالد انا بقول الاستاذة امل وهي وكل سيدة مقبلة على الحمل لازم تهتم بتغذية نفسك لان الطفل اللي بيتولد لو عزمه ضعيف احرف ان الامة وهي لسه هتحمل في الكالسيوم عندها قليل علشان كده في الدول المتقدمة في اوروبا والدول المتقدمة بيهتموا جدا بتغذية الايه الحامل علشان كده حضرتك زي ما تهتم بتغذيتك كحامل تهتم بتغذيتك على واحدة على الحروق ركف السكر اذا حضرتك لازم تقليل النشويات تقليل السكريات تجيب ميزان في البيت تعملي حاجة اسمها اللي هي مجلوبين السكر اللي بتعمل اللي هو بنقول عليه كل ثلاث شهور لكن هو بالنسبالك هيبقى كل فترات بعيدة اكتر من ثلاث شهور لكن نشوف احنا كام لو احنا خمسة وسبعة من عشرة فاعلى احنا قريبين جدا من السكر خمسة وسبعة من عشرة بنسموها بريضايبيتك خمسة وسبعة من عشرة ده الرقم في الهيموجلوبين السكري اللي بيقول ان حضرتك ايه بريضايبيتك يعني ما قبل السكر فحضرتك لحظي الحكاية دي ولا تبكي على اللبن المسكوب ولا تقولي اه اصل الدكتور اللي علجني مداش انسولين انا مش حالص احنا نستعد للحمل القادم بكل قوة تطلعي بكرة الصبح تروح المعمل تعملي حاجة اسمها الهيموجلوبين سكري علشان نضبط موضوع السكر الا منكن مرضى سكر فنحن معرضون ومرشحون لان نكون مرضى بالسكر في المستقبل القريب هل السكر يمكن منعه عندك اه يمكن منعه بالحاجات اللي انا قلتها تقليل النشويات تقليل السكريات نسمع الاتصال ده ونرجع تاني للأستاذ امل والأستاذ خالد أستاذ ايمان من ليبيا من ليبيا الأستاذ ايمان قالو ايوه السلام عليكم الدكتور وعليكم السلام يا اختي سيد ايمان من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام دكتور كيف الحالي الحمد لله دكتور انا عندي عايز عايز فؤان دي خصوص هتفضلي عنية الاتنين لحضرتك هتكلم من ليبيا اهلا وسهلا الليبيين اخوانا وانا تحت عمرك وخدامك تفضلي اسألي يا اختي طيب انا سامعك يعني ما تحاوليش تسمع تسمع الرد بس حضرك اسألي على طول وانا هجاوبك تفضلي بكتور انا السؤال مخلي اللي جزء اخي يعني كانت هي من ثلاثة سنوه عن حضرتك في مصر اخذت الالاج طلع لاهم التحليل انتاع تحت العشرين تمام التحليل انتاع الالسان مضادة ما عندوش الالاج على حاس المسمعات بعدين سبت تلتا في احد الحلقات قلت لنا عندي الالاج جين يقضي عليه ان شاء الله المحدود عايز المسؤال وعايز الام فان شاء الله يقضي الالاج جين مصر حدريك تنورينا لو هتتزيل مصر طبعا بس انا ما سمحتش الجزء الاخير من السؤال بتقول حدريك اكسام مضادة ما لها هل ايه؟ طيب قطعة الاتصال احنا احنا يعني احنا نشوف السؤال بتاع حضرتها بس هو مدام وصلنا الاقل من عشرين يا جماعة فاحنا وصلنا الى الهدف المنشود في فيروس سي الى اقل من عشرين منقول له مبروك الفيروس مشي في فيروس بي منقول له مبروك الفيروس اختفى وطول ما مرضى فيروس بي والمعلومة دي الفيروس بي لبي بس تحديدا طول ما التحليل بتاع البي سي ار بيقول اقل من العشرين او اقل من العشرة او بلود تكشن لمت او تحت الحد اللي احنا بنقدر نوصله العيان ده بنقول له مبروك انت كويس واعمل التحليل بعد فترة طويلة وطول ما احنا محافظين على المستوى ده تمام طب بالنسبة لسي بالنسبة لسي لو وصلنا الى اقل من عشرين وبعد ثلاث شهور اللي هو مدة العلاج بنقول له الف مبروك الفيروس مشي وبنستنى ست شهور من غير علاج ست شهور ولا تقلق بس بشرط ما تعدش تاني استخدام فرشة السنان ولا المكرة بتاعت الحلاء اللي كنت بستخدمها قبل كده طيب بسرعا جاوب الاساس خالد اللي كان بيشكي من قولون عصبي كان بيشكي من انتفاخ واحد يسألني يقول لي انت سألته البراز قطع صغيرة زي براز البعير ليه قلت كده الحقيقة هذه علامة من علامات القولون العصبي وانا ما سألته قال لي اه وإحنا حكينا قبل كده ولو ان في دوة دلوقتي طالع للقولون العصبي نازل بالضبط من اسبوع من امريكا من الادوية الرائعة جدا 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 والدوة ده له قصة انه كان فيه دوة شبيه له قبل كده مش هو ولا المادة بتاعته لكن مادة تاني وكان هذا الدواء ساحر وكنا كده كترة فرحانين بيه جدا لحد ما خد الدوة ده جورج بوش الاب جورج بوش الاب في امريكا خد هذا الدواء فحصلت مشكلة كبيرة للاب واتسحب من السوق لانه الدوة ده اصاب رئيس امريكا مش اصاب يعني اه شيخ نجع ولا حاجة ده اصاب او يعني الاثار الجنوبية امتدت الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية الاسبق جورج بوش الاب وبالتالي تم سحب العلاج اللي عايز اقوله بس انه العلاج الجديد اه امن جدا انا لان اذكر هذا الاسم يعني لكن الحياة مد نتائج هيلة جدا وهو بعيد عن المجموعة الاولانية وبالتالي اعاد لنا الامل احنا في امكانية التغلب على القولون العصبي بكل اعراضه من حموضة ساعات وساعات الحموضة على فكرة تبقى من القولون العصبي والتهابات اللي ايه القولون ساعات يبقى فيه مساك ساعات يبقى فيه اسهال ساعات يبدله مع بعض ساعات يحس الواحد بالامتلاء والغازات معنى اتصال الو السادة عبير الو ايوة استأذنك وقت التلفزيون واسمعي من التليفون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخت عبير اهلا وسهلا اخت عبير من قصيوت اتفضلي ايه حضرتك دكتور حسين انا بلاقي وشي بيسوت وتحت عيني وبلاقي يعني جسم التده يغمأ بس اكتر حاجة وشي اه مش عارفة ده ممكن يعني اه اكشف ايه انا عندك غدة درقية عندك غدة درقية عندك بتقولي حضرتك غدة درقية انا حضرتك مستمعيك بقول عند حضرتك غدة درقية بتقولي او كانت كانت من عشر سنين وتعلجت منها طب وماشي على العلاج ولا تعليجت ووقفناه خراف انا وقفت العلاج طيب نوطي التلفزيون ونسمع من التلفون بقولي انا الدكتورة جالتلي كده انت بجيت كويسة فروحت انا وقفت العلاج لوحدي كده غلطة عمرك كنت بقض برشامة في كاربارزول غلطة عمرك طيب ممكن نسمع من التلفون طب السواد ده من من الغدة مش هجاوب قبل ما توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون ماشي حاضر حاضر ايو ما حاضرتك طيب بعيدا عن الغدة اللي هي حجر الزاوية في الموضوع حجر الزاوية في الموضوع يا الغدة لكن احنا سننا كم سنة يا سيد عبير انا سبعة ودلوقتي خمسة واربعين خمسة واربعين سنة الدورة قطعت لا لسه بتقطع يعني متغيرة في موعدها ولا زي ما هي كويسة لسه لا هي مضبوطة في معادها بس برضو انا كنت يعني دلوقتي مش مستعمل اي حاجة وما فيش حامل حاصل او اي حاجة طيب عملنا الهرمونات الانسوية الFSH والLH والبرولكتين هرمونات اللبن والحاجات دي انا مش من الهوات ان انا عارض دكاترة مش عارفة هاني اللي رمك على المر اللي امر منه محدش عايز يروح للدكاترة لكن مين اللي رماني على المشكلة دي ان فيه شكوى انا مش حاسة بحاجة خالص بس هو يعني في البيت بيقولولي وشي بدأ يسود تحت عينة تسود فوق عينية يعني وشي ابتدأ يتغير طيب عملنا صور الدم حتى صور الدم نشوف الصفايح الدموية اه طيب طيب الف سلام عليك وانا هجاوبك حالا دلوقتي طبعا انا اتمنى ان يعني الاساس عبير تكون اشترت كتابي او شافته اسمه اعراض وامراض اعراض وامراض موجودة عند كل بتوع الجرائد بيجاوب على اسئلة كتير الحياة من الموضوع ده بتوزعه سلسلة اخبار اليوم موجودة عند كل بتاع الجرائد في مصر اسمه اعراض وامراض تأليف الدكتور حسين الشورى الكتاب ده فيه حتى الهالات السوداء اللي هي بتحكي عنها لكن هنقولها احتراما لاتصالها لكن الحقيقة هي نموذج لانسانة مصرية طيبة اخطأت الخطأ الصغير ده انه الغدى من الحاجات اللي علاجها بيستمر فترات طويلة ما ينفعش الدكتورة تقول لي والله انت كويسة فروح مبطلة العلاج وحط خط تحت من نفسي من نفسي وانا بفكركم بالغدى الغدى دي حاجة بتبقى هنا في الرقبة مكانها ساعات تتضخم وساعات ما تتضخمش بس ساعات تمر بظروف يبقى نشيطة او ضعيفة يبقى تاني الغدى دي نشيطة او ضعيفة بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين الثيروكسين ده باختصار شديد بيعمل ثلاث حاجات عكس بعض ثلاث حاجات عكس بعض وانا دايما بحفظ الناس بالثلاث كلمات دول بقول تتخن وترفع تبرد وتسخن تجوع وتشبع ساعات تعمل بقى الهالات اللي احنا بنقولها وقد لا تكون هي المسؤولة عن الهالات او اللون الغريب شوية الماء الالات داكن في حالة اختنا الاساسة عبير خمسة واربعين سنة من اسيوت لكن على الاساسة عبير ان تبدأ القام بحاجتين مهمين جدا الاولى انها تعمل تي اس اتش وفري تي سري وفري تي فور دولة بتوع الغد وهي عارفة كويس وعارفة الاسماء اللي انا بقولها لانها اكيد تهارت عمايل من ده لانه اي دكتور غدها هتروح له هتطلب دول تي اس اتش وفري تي سري وفري تي فور وفري تي تي سري تي فور وتي اس اتش يبقى ثلاثة تي اس اتش فري تي سري فري تي فور ثلاثة دول هنعملهم وحا ايما تبعتهم لنا على الواتس او على الارقام اللي موجودة على الشاشة او اشوف حضرتك في عيادة لقصر انا يوم السابت الجاي على فكرة ان شاء الله بعد بكرة في لقصر او المانيال او فيصل او نتواصل هتكتكلمين على التليفون من غير ما تكشفي حتى ولا حاجة وانا ها ان شاء الله يعني هاوصف لك كل المطلوب من غير كشف ولا حاجة طيب اه لكن عايزة نبعها بس الحتة الهرمونات الانساوية اللي هو الافيس اتش والالاتش معايا اتصال السلام عليكم سازا ايمان السلام عليكم يا دكتور من ليبيا برضو ولا ايمان تاني لا ايمان المنصورة سازا ايمان المنصورة اهلا بحضرتك يا فاند اهلا بيكبر لك يا دكتور انا معامل حق انا مجهري اه ودلوقتي انا في اخر الرابع انا دلوقتي انا وقفت العلاق كله بمجرد معندتك تلك بس مش عارفة انا بحس اللي انا تعبانة قوي وبحس اللي قلبي ساحات مش قادرة جد منه والنفس وانا اصلا كنت باشتكي من اعصابي حتى من قبل الحامل فلما حملت موضوع الاعصاب ده من عندي مش جامد اهلا واي حاجة امو هذا مش قادرة اعمل اي حاجة وعلى طوله هطانة وباشتكي من دماغي وحس اللي انا ما عندش يعني كوة او قدرة اللي انا ممكن حتى ادرع الحامل يعني بدأ نصف الرابع ومش ادرع من اي حاجة وحس اللي انا تعبانة ومرهق فحس اللي انا عصابي مش شديدة يعني لو في اي حاجة لايه ايدي ممكن ترتاش هو اي عصابي ترتاش مش ادرع جب النفس ممكن نايدلي فجأة عايزة اعود مكان حتى قلبي مش ادرع جب منه النفس تعبانة جدا مش قد ما عندش منجزع طيب في علمية الاول ولا يعني انا هنفكر الاتي طبعا انا هترك الاجابة عن معظم الحالة بتاعت حضرتك لزميل بتعنسها والولادة انا سكر واجاز هضمي وكابد لكن الارهاق اللي بتشكي منه حضرتك قد يكون مرجعه الى الاتي واحد شكلك عاملة تلقيه مجهاري يبقى غالبا تعبتي عشان تحصليه على حمل اذا في الغالب انت اول مرة تجرب الحمل او حملت زمان وانسيت ان الحمل فيه المتعب دي كلها دي نمرة واحد نمرة اتنين حضرتك لازم تعملي انيميا لانه الحمل بيستتبعه في معظم السيدات انيميا وايه الانيميا غير ارهاق غير تعب غير نهاجان غير ضربات قلبي سريعة غير ارهاق شديد يبدو على الواحد لو طلح تاني دور ولا تالي دور يبقى غالبا هذه الاعراض اللي حضرتك بتشكي منها مرجعها الى الاتي نمرة واحد اما انك جديدة على الحمل لانك بتقولي تلقيح مجهري لكن في الاخر المايسترو اللي حيكمل الحالة مع حضرتك او يأخذ رأيه بجدية هو استشاري او دكتور النساء والتوليد والحقن المجهري قطاري بقى من الحاجات اللي فيها حديد زي البنجر زي الكبد ان شاء الله مرة في الاسبوع زي البدنجان وقلنا يا ماشو يا مسلوق زي الفراولة زي الجرجير زي البلح ايسي اللي هي مجلوبين في الدم وزا هو اقل من الطبيعي شو فيه اقل بكام لان احنا لو مثلا اتناشر اتناشر ونص يبقى عادي وما فيش مشاكل لكن لو نزل لعشرة تسعة تمانية ونص لا احنا لازم ايه نشوف بعض الحالات بنتطر ان ننقلها كيس دم عشان تقدر اه تقاون معنا اتصالة السلام عليكم السلام عام الله بستاذ فراق بتتكلم منين اه ازاي كده بك من اسوان اهلا بيكم بقى لي اسوان كلهم اتفضل يا حبيبي لا خليك يا دكتور عسين الله يبارك فيك ايوني بس يا دكتور انا سعبان كده ومرق ودية دية الدراعي ودراعي ورقبية مفيش ولا حتى في جسم المغمى الضرشك ألم يعني فيهم ألم في جسمك ايون اه بألم ألم اه اه بألم اه لو هلاني وزبط تاني في كل دراع تمام الرقبة توجعك اه الرقبة فيها واجع يمين وشمال كده لو حركتها بسيط بسيط لا مش تانيه لألم ألم مع تانميل ولا ألم فقط لا ألم بس طيب ألم واخد الإيد كلها ولا تلات سبعين وسبعين لا سبعين بس سبعين بس سبعين بس في كل دراع سبعين بس اه مش كل الخمس صوابع يعني زي ما أنا قلت سبعين بس اه سبعين بس في الإيدين مش في إيد واحدة ولا في الإيدين لا في الاتنين في الاتنين اه وانا كنت من سنة سين كده زي لوان ده بالظبط كشفت في مصر عند الدكتورين يعني دكتور جالي فيه التاف والعصاب والدكتور جالي لا فيه غدريف الرقبة سبت بتاع اللي جالي فيه غدريف الرقبة ورحت بتاع اللي جالي خدت اللي جالي فيه التاف والعصاب ها دكتور ألف سلام عليك طيب غدريف الرقبة عملنا أشعة على الرقبة ولا ما عملناش عملنا أشعة بس الدكتور واحد جالي فيه واحد جالي على طيب هل عندنا سكر ولا عجل؟ واحد بابلوق واحد في الجيزة الاول استبعد السكر هل في حد عنده سكر في العيلة؟ لا لا خالص خالص هل احنا مليانين شوية او مهنتنا فيها شيل او تعب او ارهاق او عضلات او حاجة؟ اه لما كنت شغلنا شغلنا بنتظر كبير هو اللي بتعبني تمام 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 اه ألف سلام عليك اجاوبك حدا دلوقتي استاذ فراج من اسوان اهلينا في اسوان كلهم وعلى فكرة يعني اغلب اهلي اسوان بيجوني عيادة لقصر شارع التلفزيون وبينوروني يعني فبسرعة نقول للأستاذ فراج من اسوان والكل واحد بيشكو حالة قريبة من اسوان من اسوان زي الأستاذ فراج يعني اول حاجة يا جماعة بنهتم بيها نمبرى واحد ان احنا نستبعد السكر ليه بقى؟ لان احنا السكر بيأثر على كل اجهزة الجسم بس الدكتور لازم يبقى ناصح او العين كمان لازم يبقى ناصح لو القلم في ايد واحدة غالبا ده مش السكر لانه السكر بيمسك الادين او الرجلين لانه ليه حيفرق ايد عن ايد او رجل عن رجل في الغالب لو الرجلين يبقى احنا بتتكلم عن الحاجة واخد الجسم كله فواخد الادين لو الرجلين يبقى واخد الرجلين يبقى انا بتكلم في مرض واخد الجسم كله انما لو حاجة واحدة ناحية واحدة يبقى كده طيب حد يسألني هو انت يا دكتور حسين منجم ولا يعني ايه الموضوع يعني انت ايه لعرفك موضوع السبعين يعني الرجل بيقول لك ايدي واجعاني قلت له سبعين ولا الخمسة فقال لك سبعين ولا ايه القصة القصة انه الحقيقة هم مش سبعين هم سبع ونص وثلاثة ونص بس العيانين مش هياخدوا بالهم من حتة سبع ونص لانه في عصب بيغزي سبع ونص في الايد وعصب تاني بيغزي ثلاثة ونص الطب بيقول كده فعشان كده انا مش يعني مش بقول دجل ولا بقول جن ولا حاجة لا ده انا بقول معلومة علمية صحيحة في عصب بيغزي سبع ونص من الايد وعصب تاني بيغزي ثلاثة ونص فطبيعي لو قال ثلاثة يبقى اصدع على الثلاثة ونص ولو قال واحد ونص يبقى اصدع على الواحد ونص نصحت له انه يخس نمرة اتنين انه يتابع مع دكتور مخ وعصاب ثلاثة يعمل رسم عضلات او عصب حيفرق على طول في الحالة دي اربعا انه يقرى الكتاب بتاع اللي في السوق اسمه اعراض وامراب دكتور حسين الشور عند كل بائعي الجرائد في مصر طيب معايا اتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم ستة بسانت السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا دكتور الحمد لله يا اخت اتفضلي الدكتور انا عندي والدتي عندها سكر الف سلام عليها فعندها رجلها اليمين على طول ورمة وبتحس فيها بسفنية وهندها غده دراقية بس لما دعمل تحليل الغده على طول يقول ان هي يعني كويسة تمام بس كمان بتحس ان الغده تتقنقها تمام الف سلامة طيب بتاخد انسلين ولا اقراس للسكر يا اختي لا بتاخد اقراس والغده بتاخد الكاربيمازول تمام الف سلامة طيب بتحلل الغده والنتائج تطلعها كويسة على طول انت عارفة ان الغده ليه تحليل تقول هي كويسة ولا لا والكاربيمازول مزبوط ولا لا? اللي هي البنامي التحليل اللي هو الـ TSH. يعني لما بيجي اقولهم للدكتور بيقولي النتائج كويسة وتاخد حبيتين. افضل يمشي عليهم. طيب. يعني بعمل التحليل كله تلات شهور. خد يبالك. على طول تقولي حسن يا خنقين. حلو. على فكرة انا حطيت خط تحت تخنقها. وكذا بتاع في الورقة عندي? تخنقها. كلمة تخنقها دي كلمة ما تخلناش نعديها كده على طول خالص. خالص. فانا بستأذنك نحمل صنار. على الغدة. والصنار هيقودني يا يمين يا شمال. او مسح زري على الغدة. لانه الخنقة بتاعت الرقبة دي لازم ما تعديش علينا كده خالص. في خنقة مكان الغدة. لا ما تعديش. دي علامة بتقول لا يا جماعة. بصوا ليكون في اكستنشن او امتداد للغدة بدأت تسرح يمين ولا شمال. فده مهم جدا جدا حضرتك. حاجة تانية السكر. اتمنى طبعا ان انا افحصها علشان ازبط لها السكر لكن مبدئيا حضرتك انت بتقولي تقريبا هي بتاخد اقراس. اه فاحنا حنقس عريق. وحنقس بعد الفطر بساحتين. وحنقس بعد الغدة بساحتين. لو حضرتك بس بعد تلي التحليل اه انا اقدر ان شاء الله ازبط لها العلاج او تتفضل تنورني. فاربعة وتمانين شارع المانيل محطة الغمراوي. اه اه فوق صيدالية عبدين امام كلية طب اسنان جامعة القاهرة. امام كلية طب اسنان جامعة القاهرة. في شارع اسمو شارع المانيل الرئيسي اه 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 اربعة وتمانين شارع المانيل محطة الغمراوي فوق صيدالية عبدين. او تتصل على الرقم اللي موجود على الشاشة. متين تلاتة وخمسين اتنين تلات تصفار اتنين. ومدام سكندريه بقى لازم مفتاح القاهرة زيرو اتنين. متين تلاتة وخمسين اتنين تلات تصفار اتنين او زيرو تلات وحايد تلات تمانيات سبعين ستين او زيرو عشرة تسعمية تلاتة سبعمية تلاتة الارقام اللي موجودة على الشاشة. اه ان شاء الله بازن الله لو قالت الارقام بجاعة السكر على الريء وبعد الفطر بساعتين وبعد الغدى بساعتين هنزبط لها السكر واذا تم ضبط السكر خمسين ستين في المية من المشكلة هيتحل. هتقول لي يا دكتور حسين الشورى انت بتقول خمسين ستين. اما فين الباقي? الباقي في الغدى. وجود كلمة تخنقها عارفة في المسرحية بتاعة عاد الامام لما قال له قالولو. بيقول قالولو. انا بقول تخنقها. كلمة تخنقها في غدى درقية لازم نقف امامها وننتبه ونلاحظ ونشوف ايه اللي بيحصل في الغدى. اما بصنارة على الغدى الدرقية او اني الموضوع يتطلب مسح زري على الغدى الدرقية عشان نتطمن انه مفيش مشكلة. معاي اتصال السلام عليكم. سيد احمد. يا دكتور. الحمد الله. سيد احمد من جنة. الله يديك العزة. اهلا بيك اهلاينا واهلا الاكسر كلهم آآ حبيبنا وفادينا. كل سنة انت طيب نصب الشعر رمضان. الله يكرم يكون مصر والامة العربية كلاها يا حبيبه والاسلامية بخير يا رب. فضل. يا سكر وتنين في الاطراف الرجلية. الف سلامة. الله يسلم. اه والسكر دايما عالي. ضالح كم يعني ما تقول لي ارقام? اه يعني احيانا اجيسر جامتين تلتمية. وبأخذ انسلين. ما اعرفش يا ضغط الحياة زي ما انت هارفه. الف سلامة. عايز اسألك بس الانسلين بتاخده مرتين في اليوم? ولا تلات مرات ومرة قبل النوم? مرتان مرة تلاتين الصبح وخمسة عشرين بالليل. اه. طيب. عريق بيطلع كم السكر? احيانا عريق يبدو كويس يعني مية واشرين مية وتلاتين كده. برافو عليك انت شاطر قوي انت شاطر ده كويس. واحيانا ايه? احيانا انا اعمل زي حبوب كده. تمام. طيب. آآ. بعد الغدق بساحتين بيطلع كم? بساحتين وحش. بساحتين بقول مش بعد الاكل على طول بساحتين? beneath اعمل مش حلو كده. الله يسلمك والآآ القولون. يعني برضو بسكر اثر على القولون scored شغول التانى ده. طبعا سكر يأثر على القولون ويأثر على المعدة. وحنقول ازاي يأثر على القولون وازاي يأثر على المعدة ويعمل ايه في القولون ويعمل ايه في المعدة. حنقول دلوقتي. بسانة يهمين انه سكرك يتضبط. يا اما اشوف حضرتك ان شاء الله يوم السبت في آآ المركز بتاعنا اللي في القصر آآ امام الباب الرئيسي لمستشفى القصر الدولة على سارع التلفزيون. بجوار سيدالية الدكتورة سناء النوبي القصر. فان شاء الله بإذن الله اشوف حضرك في القصر يوم السبت القادم او تبعث لي بقى التحليل ونزبط حضرتك ان شاء الله. بخصوص المعدة بقى. المعدة يا جماعة السكر بيبطئ من تفريغ المعدة. فاللي عندهم سكر بيلحظوا ان الاكل ما بيتفرغش من المعدة بسرعة. ووجدوا ان فيه الاريسروميسين وده دوة لو خدوه مرضى السكر يفرغ المعدة بسرعة. وساعات يتصادف ان دكتور يضي المضاد الحيوي ده الاريسروميسين لمريض سكر. فطول ما هو بياخد المضاد الحيوي يلاحظ انه الهضم بتاعه مية مية. يا السلام. العظمة دي. ولغم انها جت بالصدفة. الا انه بعض الاطباء بيوصي باستخدام الاريسروميسين 500 مرة حتى في اليوم لمرضى السكر اللي بيعانوا من بطء تفريغ المعدة. نتيجة انه الاحصاب هي اللي بتتحكم في تفريغ المعدة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. ام حامزة تتكلم من من? من الاقصر. اهلا وسهلا. تفضلي. الله يخليك يا دكتور. اه والله يا دكتور انا عندي الوضة الجاه درقية. اه. والغضة الدرقية. وآه وجاني نسبة السكر. الف سلامة. فانا يعني الغضة الدرقية دايما كسانة عندي. اه. فانا دايما بحس بتاعك ونوم كتير ورهاب. دايب سمحت الست الشطرة. سمحت الست الشطرة اللي من شوية قالت ماما عندها غضة درقية والتي سري كان كام والتي اس اتش كان كام والتي فور كان كام. ولا احنا بتوح لقصر بقى مش شطرين ولا ايه? اه? تقدرت قولي للتي اس اتش اخر مرة كان كام? لا هو انا مش مش جنب التحاليل عشان انا يعني يعني. يعني اصد بتابعها انا ميهمنيش الرقم. مواصبة وعرفة وبتعملي وعرفة ان لها ارقام تباين هي كويسة ولا لا? ولا لا? لا مش عارفاها انا صاحب. طيب احنا بنعمل يا قفتي. يعني اللي بيشوف التحاليل كل شهر. طيب جوزك اللي بيشوفها ولا الدكتور? لا الدكتور انا متبع مع دكتور ماشي مع دكتور بس انا برضك في التعب اللي انا هو هو يعني بيديني علاج دي كم شهر دي زي ستة شهور كده يعني. طيب احنا قلنا الغدة خد بالك. معلومة رقم واحد معرفش دكتورك قالها ولا لا? طلت مرضى السكر بيجي لهم التهاب في الغدة الضرقية او مشاكل تتعلق بالغدة الضرقية. علشان كده الدكتور الشاطر لازم يدور على الغدة الضرقية لو جالوا مريض سكر. ساعات يلاقيها في التحليل وساعات ايه? ما يسألش. لكن غالبا بيجي اعراض تخلي ينتبه. انما دايما لقوا انه تلاتين في المية من مرضى السكر بيجي لهم مشاكل في الغدة الضرقية. عشان كده مش صدفة ابدا ان الاخت اللي من اصيوت قالت ان ماما عندها سكر وعندها مشكلة في الغدة الضرقية. والاخت اللي من ام حمزة من الاقصر قالت انه فيه سكر وفيه مشكلة في الغدة الضرقية. يا اخوانا الغدة الضرقية والسكر ساعات كتير في تلت الحالات بيمشوا مسكين ايدين بعض. بفكر تاني اختي ام حمزة اللي معيها على التليفون الغدة الضرقية تعمل تعب تعمل ارهاق تعمل كسل تعمل واحد مليان مش راضي يخص خالص بكل ادوية الدنيا. عشان كده دايما بقول كلمة مشهورة تبقى على مر الزمن. ايها المريض بالسمنة. ازا دكتورك محلل لكش غدة ضرقية فده دكتور شربة ملوخية بالارانب. غيروا. ازا دكتور راح له واحد بتاعنا حافة يعيني عصعوس كده وسفروت كده ومش راجي يدخن خالص. مش راضي يدخن خالص. وما طلبلوش غدة ضرقية يبقى الدكتور ده في القلولو. في البلالة. لازم يعملو تحليل غدة ضرقية. وقلنا الغدة ضرقية بتعمل القاتي. الدكتور حسين الشورى قال حاجة كده هو مقلفها. بس طبعا جابها ما الطب بتقول الغدة بتتخن وترفع. قلنا التخين الفشلة. وقلنا سفروت اتنين بتبرد وتسخن. وانت شفت الفيلم بتاع علاقة ولي الدين مع احمد حلمي. لما قال له انا بردان جدا جدا جدا. قال له بس احنا في الصيف. الدنيا حر. بتكروا الموقف ده على طول. مريض الغدة. يا يبرد في الصيف. يا يحس بالسخنية في الشتاء. يعني الدنيا عكس عكاس معاه. يبقى تسخن وتبرد في غير قوانها. تجوع وتشبع. لو لقينا واحد مفجوع. عمال ياكل 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 مش عارفين نلمه. ممكن تكون الغدة. واحد نفسه مقفولة خالص 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 خالص. ممكن تكون الغدة. عشان كده الغدة بتعمل تلات حاجات عكس بعض. تتخن وترفع. تبرد وتسخن. الحاجة التانية قلنا ايه? تجوع وتشبع. طيب. اه بالاضافة الاعراض تانية كتير بينها التغيير لون الجلد زي ما اتصلت الاخت اللي في اول الحلقة. معي اتصال السلام عليكم. ساز نعيم. اخ نعيم. ربنا يخليك وتعيش دايما في نعيم يا رب. عمل يا دكتور وحيشنا والله يا دكتور والله. ربنا يخلى حضرتك ويخلى اهل كفر الشيخ ومصرنا كلها. يعني اهل كفر الشيخ بتحب الدكتور حسين والله بطريقة فضيع يعني. ربنا يخليك يا رب احبك الذي احباب تنافيه وربنا يطول في عمرك يا رب. اتفضل يا حبيبي قلبي. ماقول لها حضاك يا دكتور عنده ربيتي على طول بتوجعني واجه اقوم كده واشتغل عندنا. اقوم اه اقعد كده ربيتي بتوجعني وبالترشأ كده على طول. تمام. الف سلامة. دي خشونا في الركبة. دي خشونا في الركبة. دي خشونا حضرتك. اه خشونا في الركبة. دي دي اعراض خشونا في الركبة. اه. اولها كده. طيب حددك ات مليانت شوية ولا رفيع? نعم. مليانين احنا. انت سمين ولا رفيع? لا سمين يعني وازن. طيب. ما هو سمين يعني دي سبب اساسي في الركبة. خد بال حضرتك. كل كيلو جرام. بيزيد البني ادم. بيزود حمل على الركبة 10 كيلو. فكل حضرتك ما تخس كيلو. بتخفف الحمل على الركبة 10 كيلو. تاني. كل حضرتك ما تخس كيلو. بتقلل الحمل على الركبة 10 كيلو. فلك انت تخيل كل سمنة بتزدها حضرتك بتتعب الركبة ازاي انصحك بنصحتين الاولان ان حضرك ما تارفصش كتير ما تتربحش في الاعدة كتير ما تنزلش سلالم كتير حافظ على رجلك مفرودة ما تقفش كتير الوقفة الكتير لو مهنتك فيها وقفة او فيها طلوح سلالم كتير او بتتربح كتير كل ده غلط في مادة اسمها الجلوكوزامين هي المادة الوحيدة اللي ثبت انها بتعيد بناء الغضاريف وده اسم علمي مش تجاري يروح لأي صيدلية قل له عايز الجلوكوزامين موجود في اي حاجة في دوق بيجي متهرب من امريكا او حتى بيباع هنا في مصر بنفس المادة الفعالة جلوكوزامين حاول تخس حاول تعمل اشعة على الركبتين لان هي الفايصل حد عايز يعرف روكة بمالعة بيروح يعمل اشعة اكس السودة على الركبتين ويحاول يخس ان شاء الله هتبقى كويس قوي يا اخويا نعيم باذن الله السلام عليكم ام محمود ازاي حضرتك الحمد لله يا اختي احنا بنشكرك جدا على الاستفادة العظيمة احنا بنستفدتها من حضرتك ربنا يطول عمرك وانا كنت فتح يا ده سبع سنين في البحيرة في دمانور في شارع احمد عرابي بس كبرت في السن شوية فبطلت اروح لكن يعني اهل البحيرة كلهم بيناوروني في اربعة وتمانين شارع المانيل في القاهرة فاهلا بيك اتفضلي ربنا اديك السحابة كان ليس وعلا عن القضرة كان عندي بنت عندها 15 سنة وعندها كسل في هرمون الغدد درقية بس الكسل مش جامد اول ماشي وهي عندها سنة في منطقة البطن والجناء والارباس فهل ده من هرمون الغدد درقية وانا خايف اديها لعلاج هل ينفع تاخد العلاج انو هي عندها خمس وش سنة ونص اولا الغدد درقية ملهاش سن فتاخد العلاج في اي وقت بس مفيش حاجة اسمها انا خايف اديها لعلاج في حاجة اسمها اعمل تحاليل وطبعا الاول مش هتعمل لوحدك هتروح لدكتور زينا كده او في تخصصنا اللي هو سكر او غدد دايما السكر معاك كلمة الغدد يبقى سكر وايه وغدد نتابعها او تتصل وتبعتلنا التحليل او تنورينا في شارع فيصل برج الأطباء بدور التاني دكتور حسين الشورى او 84 شارع المانيال احنا دايما في المانيال بالنهار المانيال لحد الساعة 7 بالليل ولا 8 وفيصل بالليل 84 شارع المانيال او تتصل على التليفونات دي وتتواصلي تبعاتي التحليل تنورينا ما فيش مشكلة خالص انما في امراض كتيرة اللي هي بتتسبب ساعات في سمنة موضعية خدوا بالكم الحتة دي برضو السمنة الموضعية ساعات تكون سببها امراض وحنعمل حلقة مرة نقول ايه اللي بيعمل سمنة موضعية اللي هي الرفارف لما نهزر كده نقول ايه الجناب او الرفارف او سمنة بتاعت الكرش واحنا حكينا قبل كده وقلنا ايه قلنا الكمترة والتفاحة الكمترة والتفاحة التفاحة اللي هو الراجل والكمترة هي الست لان توزيحة الدهون في الراجل زي التفاحة وفي الست زي الكمترة ايه القصة دي حنقولها الحلقة اللي جاية لكن على اختنا اللي اتصلت من البحيرة ربنا يطول عمرها يا رب ويخللها اختها انها تعمل تي اس اتش في معمل ثم تي سي ري ثم تي فور وانا بقول انه دا مش معناه ان احنا هنستغنى عن الدكتور لا بس انت لما تروح بالتحاليل المناسبة للحالة للدكتور بتوفر زيارة هو ايه اللي بيحصل وانا دايما اقولها حتى لزوجتي وحتى لأسرتي وحتى لأي حد من الناس الاحباب يعني المقربين لقلبي اقول لهم لما تروحوا للدكتور الدكتور مش هينجم الدكتور ليس نبيا انما انت بتساعد الدكتور بالفحوصات انا لن انسى ابدا عيان جاي ومش راضي يوريني التحاليل يعني ساعات العيان يروح له الدكتور عايز يختبر وفيخبي التحاليل طب انت بتخبي التحاليل ليه فامراته تقول له عملنا تحاليل يا حنفي يقول لها ما تقوليش يعني كده بقى بص لقيت بيقول لها كده ما تقوليش عملنا تحاليل هو عايز يشوف الدكتور هيقول ايه من غير تحاليل اطلاقا الدكتور لما نروح له بتحاليل يا جماعة احنا بنسهل المهم عليه لما يكلمك يبقى اتنين لما يكشف يبقى واحد فيكتب العلاج فربنا هو السافي هو اللي يشفي سبحانه وتعالى علشان كده هو ده اللي عايز اقوله قبل ما اختم الحلقة اتكلمنا النهاردة عن حاجات كتير اتكلمنا عن الغدة وعلاقتها بالسكر وقلنا تلت حالات السكر غالبا عندهم الطرف الغدة فيلا ندور على الغدة قلنا كل ستات حوامل من واحد لاربعة في المية من ستات الحوامل عندهم سكر حمل قلنا انه التحليل هي الاساس وانت رايح لدكتورك قلنا ان الغدة الدرقية بتسخن وتبرد بتتخن وترفع بتجوع وتشبع وساعات تعمل هالات سوداء واشياء اخرى منها الارهاق خلص وقت الحلقة لكن بقي انا اقول لكم ان احنا في خدمتكم على الارقام اللي كانت على الشاشة من شوية سواء في مركز المانيل 84 شارع المانيل محطة الغمراوي او في الاقصر ان شاء الله يوم السبت ده اللي جاي طول اليوم انا في الاقصر شارع التلفزيون بجوار سيدالية الدكتورة سناء النوبي او في فيصل برج الاطباء امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت احوظ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاخفر لي فانه لا يخفر الزنوبة الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت احوظ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي يا أبوه بزنبي فاخفر لي فإنه لا يخفر الزنوب إلا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين انتظرونا كل أربعاء الساعة الحديث عشر والربح قبل ساعة من دلوقتي وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق ختامنا ابتسام